اخر العنقود من شاومي بدنا نيجي نشوفه مع بعض هذا الموبايل الجديد ومواصفاته وكل تفاصيله كونوا معنا بعد الانترو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة الى مواكبة ايهاب تيفي تقربك اكثر فكن على قرب منا موسيقى بدنا منكم طلب صغير اتوصلونا القناة الى 10,000 مشترك طبعا بنفسكم الطيب يا حلوين احلى متابعين في العالم كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله وخير ان شاء الله مبسطين اليوم بدنا نيجي نحكي عن موبايل اخر العنقود لشركة شاومي وهو موبايل ريدمي 9C هذا الموبايل بدنا نحكي عن تفاصيله ما بداخل الصندوق كونوا معنا لا تنسوا تعملونا اعجاب للفيديو واشتراك القناة والان بدنا نشوف كل تفاصيله في هذا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بدنا نورجيكو عائلة ريدمي 9 العائلة تبدأ من ريدمي 9 هايو هذا عملنا عليه شرح اكتر من فيديو والان الشرح بيجي والفيديوهات هتيجيكو بالعلام البيضاء وهانا ريدمي 9A ايضا عملنا عليه شرح وريدمي 9C ريدمي 9A هايو بيجي هيكا بيجي الموبايل بمعالج ميديا تيك هليو جي 25 هانا بيجي معالج جي 80 طبعا انتو عشان تاخدوا فكرة رقم 9 لما نكون الرقم في شاومي من غير حرف بيكون مواصفات اعلى يعني هي 9 اعلى 9A اقل المعالج والمواصفات وريد نشوف ال 9C خلالي نيجي نشوف الان ال 9C ايش في داخل الصندوق وداخل مواصفاته اول حاجة الموبايل بيجي بتلتة الوان اللون الاول اللون الازرق واللون البرتقالي الورانج واللون الرمادي اللي داخل الكرتون هادا اللون اللي عنا لونه رمادي اللون هايو 32 جيجا بايت ورماته بتيجي 2 جيجا بايت من الموبايل بيعشقة ايش في داخله الصندوق بيجي هنا في كتيبات المحدش بيقرأها والدبوس وعندنا شاحن بيجي شاحن 10 وط وصلت هنشوف توصل ايش نوحة وصلة طبعا مش type C وصلت USB Micro وهاي كل في داخل الصندوق بدنا نيجي نشوف الموبايل مع بعض مواصفات الخطوط العريضة للموبايل ريدمي 9C 13 ميجا بيكسل الكاميرا الاساسية 56 HD بلس الكاميرا الحجم هي موجود 3500 ميلي امبير البطارية المعالج MediaTek Helio G 35 الموبايل بيجي باخر واجهة لشاومي MIUI 12 واندرويد 10 الموبايل هاي شاشته كبيرة وحلوة في المنتصف ثقب للكاميرا الامامية MIUI 12 الواجهة تطبيقات هايها تحت مدخل الشاحن المايكرو والمايك الاساسي والسماعة الخارجية فوق هنا فيش غير سماعة 3.5 ميلي متر فقط لا غير لا في IR ولا حاجة تصميمه تصميم حلو في الخلف في عنا 3 كاميرات انت بتفكرهم 4 كاميرات التصميم الجديد هذا 3 كاميرات مع فلاش ليد البصمة في ظهر المنتصف في الظهر الهاتف المنتصف ريدمي ظهر بلاستيك الوجهة طبعا الشاشة هي موجودة لفريم بلاستيك طبعا لازم هاي الفئة تيجي هيك بلاستيك هذا الموبايل اعلن عنه في 30 يونيو 2020 ونزل الاسواق في يوليو 2020 ابعد الموبايل ابعد الموبايل طوله الموبايل 164.9 من عشرة في عرضه 77 في السمك 9 ملي متر هاي السمك تبعه شكله حلو في الخلف انا الكاميرات عجباني الكاميرات حلواتي كتير شكلهم احلى من اللي قبلهم احلى من الريدمي 9A والبصمة هي في المنتصف في ظهر الهاتف لكن ما بتحسش فيها توبك لازم تتعول عليها عشان تحس في البصمة في الجانب هنا في عندنا زر الطاقة وزر الفوليوم وفي الجانب التاني مدخل اللي هو الشرايح نشوف ايش فيه في داخل الدرج شرحتين نانو وكرت ممري خارجي تمام بصمته يعني كويس ماشي حالها الحواف لو لاحظنا على الحواف هنا الحواف دائرية في الهاتف يدعم طبعا شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع وزن الموبايل 196 جرام شاشة الموبايل IPS LCD HD بلس مش فل HD لان هذه الفئة معروفة هيك بتيجي دقتها 720 في 1600 كتبت البكسلات 269 طبقة حماية طبعا ما حددوش ما مش موجود علي طبقة حماية مساحة الشاشة 56 أبعد الشاشة تيجي الأبعد الجديد من 9 إلى 20 أو 20 إلى 9 مساحة الشاشة يعني اللي الواجهة 81 و 1 من 10 في المية درجة سطوع الشاشة 400 نتس سطوع حلو ممتاز وفي الشمس كويس زي ما احنا شايفين كاميرات الموبايل ثلاث كاميرات أي واحد اثنين ثلاثة وفلاش ليد والبصمة في الظهر الكاميرا 13 ميجابيكسل في فتحة عدسة 1.8 الكاميرا 5 ميجابيكسل في فتحة عدسة 2.4 ماكرو والكاميرا الثالث 2 ميجابيكسل في فتحة عدسة 2.4 للعمق وفلاش الليد والبصمة في الظهر والكاميرا بتدعم HDR بانوراما الفيديو بصور فيديو 1080 على 30 فريم والكاميرا الأمامية أيضا الكاميرا الأمامية 5 ميجابيكسل في فتحة عدسة 2.2 كاميرا بتدعم HDR بانوراما والفيديو بصور لأنه أنا عندنا الفيديو بصور لعند 1080 30 فريم الكاميرا الأمامية أيضا بتدعم HDR معالج الموبايل من ميديا تيك هليو جي 35 تكنولوجيا 12 نانو المعالج طبعا 8 النوا معالج مخصص للألعاب ممتاز ويعني نقدر نقول عنه جيد جدا للألعاب حصد على الانتوت حوالي 110 490 نقطة معالج الرسومية الموجود في هذا الموبايل PowerVR GE 8320 نفس معالج الريلمي C11 هذا المعالج يدعم للحصول على أفضل أداء ممكن للألعاب موبايل ريلمي 9A معالجه كان G25 هذا G35 أفضل من معالج ريلمي 9A يعني لو جينا ريلمي 9A هذا الموبايل 9A هذا أجه معالجه G25 20A بطارية الموبايل بطارية حلوة كتير كتير بتيجي 5000 ميلي أمبير غير طبعا قابلة للإزالة ليتيوم بوليمر البطارية تدعم شحن 10 واط والعشر واط بيجي في صندوق الموبايل طبعا هاي الشاحن العشر واط اللي بيجي في صندوق الموبايل نسخ الموبايل بتيجي نسختين نسخة هذي 32 مع 2 جيجا رام ونسخة 64 كمان بيجي مع 3 جيجا رام أسعار الموبايل سعر الموبايل 3 جيجا مع 64 جيجا في مصر 2000 جنيه والنسخة التانية حوالي 1800 السعودية 459 ريال نسخة 64 في الامارات نسخة الاربع وستين 459 درهم سعر هذا الموبايل أيضا في العراق حوالي 108 دولار وكل دولة تختلف الأسعار على حسب هذه الدولة في غزة نسخة الاربع وستين 520 شكل ونسخة اللي 32 هذا 470 شكل سعر الموبايل الردمي 9C موجود على موقع على اكسي بريس بيبدأ من 110 دولار هنا احنا بهيك تقريبا اشملنا يعني مواصفات هذا الموبايل وحكينا كل حاجة عنه ما يختص فيه طبعا احنا هنجربه هنجرب كل حاجة فيه خاصة في الألعاب ونشوف كل تفاصيله علشان نعطيكو الزبدة النهائية في هذا الموبايل من خلال التجربة العملية عيوب الموبايل يعني بنقدر نقول انه مدخل الشاحن هذا يعني مفروض حطو تايب سي لكن هي الفئة هادي واللي الاقتصادية بتيجي هيك اللي هو مايكرو وما في حماية للموبايل في العلبة ما فيش حماية بيستخسروا فينا الحماية علشان احنا بندفعش مصاري كتير في هادي الفئة والشاحن اللي في عشروات هو بيقول لك انه يعني بنقدر نديكي عشروات عشان انت البطارية خمس تلاف بتكفيك طول اليوم واخر النهار يعني بتشحن هذا بالدل خامته بلاستيك طبيعي انه ييجي خامته بلاستيك وبيدو حط لك حديد يعني انت قديش دافع فهذا فئة اقتصادية يعني الخامات البلاستيك ويجاز بيجي يعني مش خفيف لانه مية مية وحوالي 96 جرام لانه بطاريته خمس تلاف يعني مش خفيف للموبايل شاشته شاشته حلوة كبيرة وحلوة شاشته الصحيح انا عجبان كتير وإيدك بتصل وان ما بدك في الموبايل ما في مشكلة في وانت بتستخدم الموبايل اذا كانت عاد إيدك صغيرة شوي ممكن تتغلب اما هو صحيح من مواصفات الموبايل مواصفاته بفئة اقتصادية كويسة بطارية كويسة المعالجة هيعطينا ان شاء الله اداء كويس في الالعاب وهيك احنا اشملنا كل حاجة عن الموبايل وحكينا كل حاجة واي استفسار اكتبوا ليها في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم بهيك الفيديو انتهى بهيك خلصنا الفيديو وعملنا مراجعة سريعة لهذا الموبايل ريدمي 9C ما تنسوا تعملوا منه اعجاب للفيديو واشتراك القناة وإلى اللقاء في فيديو آخر